لو عندك بواقف ريخ في التلاجة وولادك مش عاوزين ياكلوها تعال اما اقولك هنعمل بها ايه هنعمل وصفة سهلة واقتصادية ومش هتاخد مننا اي وقت ومش مكلفة خالص بس قبل ما ابدأ الفيديو انا اسمي مها ياريت تشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس علشان يوصلكم وصفاتي انا جبت عندي حوالي نس كله من البطاطس غسلتها كويس وبعدين سلقتها وهرستها بالشكل ده وحطت عليها بواقف ريخ كانت عندي وبعدين نزلت عليها ببيضة هحط عليها معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ومعلقة صغيرة من البابركة والطم البودر والبصل البودر ومن الملح وبهرات الفريخ ممكن انت تحط شطة انا ما حطتش هي اختياري وبعدين هنزل عليها بربع كباية من الدقيق وشوية كده من الخضرة وهقلبها كويس قوي ممكن انت تحط بقسموت وبعدين هدخلها التلاجة حوالي نص ساعة علشان ترتاح وبعدين هطلحها بقى من التلاجة هشكلها بقى كرات كده وصابع زي ما انتوا هتشوفوا وطبعا هحطها عندي في الدقيق وبعدين في البيض وبعدين في البقسموت وبعدين هقلبها بالشكل ده وصفة سهلة وسريعة واقتصادية ومش هتاخد منك اي وقت شوفوا طلعت بالشكل الجميل ده ما اقولكوش والله وكانت ما ارمشها خالص بجد طلعت روعة ياريت بقى تجربوها وتقولي لرأيكم اشتركوا في القناة